مرحبا بضيوف دولتنا لبي يهدي اكد توصلنا يستمر لناتي بكم الى ختام اشواطي هذه الفترة الصباحية حيث انطلق شوطنا العشرون والخاص بالبكار المهجنات الاصائل لسن الاذاع مذكرين منطلقة الفترة المسائية في تمام الساعة الثانية من ظهيرة هذا اليوم انتم على موعد مع المتعة والاثارة مع سن الاذاع نذكر بالتوقيت الافضل والاجمل في هذا الصباح حتى هذه اللحظات في الشوط العاشر مع عديم لمحمد بن مرخان حيث قطع مسافة السباق في ثمان دقائق 58 ثانية وثمانة اجزائي من الثانية تهانينا للصعب على هذا الفوز وتهانينا لأيضا سعيد بن سلطان بن مرخان وعبيد بن محمد بن سلطان بن مرخان مشكور عبدالله الغفيلي هكذا نأتي الى شوط الختام ومباشرة الى مقدمة الشوط والى المركز الاول هذه هتون في المركز الاول والصدارة الاولى علي بن حمود بن علي بن حمود الظاهري يتقدم هذا الشعار الجميل بينما الجذاب العمر بن حمد بن سيب بن تميم الاكتبئياتي في المركز الثاني المركز الثالث ايضا تصل في هذه اللحظات هذه طرفاشة انبارك بن حمد بالعود العامري يتقدم الشاعر ويقدم لنا طرفاشة في هذه اللحظات بينما الدخول الاخر من خلال هذا التواجد من خلال انطلاقة واندفاع هذا الشوط مشاهدين الاهزاء متابعين الكرام القادم هناك والواصلة في هذه اللحظات هذه دخولها قوي وتحديها مثير للغاية من خلال هذه الاندفاعات ومن خلال هذه الانطلاقات القوية والعملاقة نشاهد هذا التجمع مشاهدين العزاء متابعين الكرام في اندفاعات هذا الصباح الجميل حيث أجد هذه الأسماء القادمة بكل قوة وصلت هيب الحبروت بن حمد بن سالم الإنيبي بدأ يتدخل مع هيب هناك مشاهدين العزاء متابعين الكرام بينما الوصول الآخر في تحديات جميلة هناك من خلال هذه المنافسة الرائعة القادمة هناك شديد سالم بن عود بن سعيد العامري وصل بن عويضان ليتقدم بن عويضان من خلال هذه المنافسة ومع العزوم محمد بن سهيل بن عويضان العامري وصلت هذه اللحظات وتدخلت هذه هي أيضا عهود سليمان بفاد بن صالح الجروان يتقدم الوثبة قادمة الوثبة واصلة في هذه اللحظات مشاهدين العزاء متابعين الكرام قدومها قوي لسعادة سالم بن راشد بن محمد النيادي وصل النيادي أيضا يتقدم راشد بن خليفة بالمر النيادي يقدم لنا أيضا عهود في هذا الشوطة والوثبة في هذا الشوطة بينما المتدقلة من الزاوية الأخرى القادمة بكل ما هو جديد الباحث عن الفوز والانتصار هذه هي وصلت اللي هي السريعة السريعة لسعيد بن ناصر بن سعيد الكتبي وصل ويقدم لنا السريعة في هذه الاندفاع القوية والعملاقة بينما هناك أيضا حربة لمحمد بن ناصر بن علي بن سرود الخيالي وصل الخيالي يقدم لنا حربة في هذه الانطلاق هذا النداء الأول نعود إلى مقدمة الشوطة الجذابة عمر بن حمد بن سيه بن تميم الاكتباء على المركز الأول على الصدارة الأولى بينما المركز الثاني وصول من شديدة سالم بن العود بن سعيد العامري يقدم لنا شديدة بينما هناك هتون في المركز الثالث يتقدم علي بن أحمد ترجمة نانسي قنقر لكن السريعة وصلت السريعة سعيد بن ناصر بسعيد الكتبي يتقدم مع السريعة القادم بانطلاقات السريعة القادم باندفاعات السريعة يتقدم راعي الشارع نسايم أسعد بن حميد بن محمد اليحافي وصلت نسايم وصلت نسايم ولكن غيرت السريعة وين الموقع وين الموقع الاثنين كيلو مترات الاثنين كيلو مترات وصلنا والسريعة خطيرة السريعة بدأت تنطلق على المركز الأول يا سلام سعيد بن ناصر بن سعيد الاكتبي على المركز الأول الله 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 المركز الثاني هتون تاتي في المركز الثاني لعلي بن حمود بن علي الظاهري بينما المركز الثالث وصل بن سرود وصل محمد بن ناصر بن علي بن سرود الخيالي يقدم لنا حربة 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 ولكن يا سلام الشبابية محمد يوسف غانم أهلي وصل أهلي الله شوفوا الاسم الجديد أول إذاعة شعار بوسيف وصل مع أيضاً اللي هي أيضاً وصل الطوع حمد بن سيف بن محمد بن عيف العامري متألق هذا الشعار يتقدم بن عيف ياخذ المركز الخامس المركز السادس أول إذاعة أول إذاعة للمركز السادس هذه روعة محمد بن عبيد بن عمير وصل وقال المركز السادس المركز السابع بن عويضان بن عويضان يتقدم على سابع المركز 1200 الله تقدمت السريعة تقدمت السريعة مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام بدأت تندفع السريعة في المركز الأول سعيد بن ناصر بن سعيد الاكتبي الكيلومتر الأخير الكيلومتر المثير غادرت الجميع يا سلام يا سلام يا سلام يا السريعة هي في المركز الأول هي في الصدارة الأولى هي في المقدمة الأولى هي تقدم مع السريعة سعيد بن ناصر بن سعيد الاكتبي ياتي هناك مشاهدين العزاء على مقدمة هذا الشوت والانتصار الأول ياتي مع هذه الاندفاع ومع هذا الأداء المتميز المركز الثاني هناك بسرود المركز الثالث هناك شعار الاكتبي ولكن السريعة السريعة القادمة السريعة على المركز الأول روح يا بو شاب روح يا بو شاب وصلت الله شوفوا القدوم والوصول من المناطق الخلفية القادمة في هذه اللحظات الواصلة هذه الشامخة منصور بن حماد بن سالم الاكتبي ولكن السريعة على الصدارة السريعة على المركز الأول الميتين متر الأخيرة تقددت الأمال مع هالي الهير ولكن هالي الفوعة على المركز الأول السريعة سعيد بن ناصر بسعيد الاكتبي هناك المركز الثاني هذه هيبة هذه الشامخة منصور بن حماد بن سالم الاكتبي والوصول إلى آخر من خلال روعة محمد بن عبيد بن عمير الاكتبئي يا السلام السريعة السريعة هناك ايضا القادمة الشامخة الشامخة السريعة الشامخة السريعة السريعة الشامخة غيرت الشامخة بالهمتار الاخيرة منصور بن حماد بن سالم الاكتبئي المركز ثاني وصلت فيه السريعة لأيضا سعيد بن ناصر بسعيد ايضا الاكتبئي المركز ثاني وصلت فيه روعة محمد بن عبيد بن عمير الاكتبئي المركز الرابع هناك العزوم محمد السيد بن عيضان المركز الخامس المركز الخامس كانت هتون علي بن حمودة بن علي بن حمودة الظاهري هكذا كانت النتيجة مشاهدين العزاء متابعين الكرام في كل مكان كانت الانطلاق قوية وكانت تحدي مميز وكانت الاندفاع اروع ولكن هناك الشامخة سلام الى الهير سلام على فوز ايضا الشامخة بالمركز الاول هناك تهانينة لمنصور بن حمد بن سالم الكتبي حيث قطعت مسافة السباق هنا ولحظات الاعادة مشاهدين العزاء متابعين الكرام في تسع دقائق وايضا سبع اجزاء من الثانية تهانينة ونموس المركز الثاني السريع من تسببت ايضا في الاداء المتميز سعيد بن ناصر بسعيد الاكتبيه بتسع دقائق ثانية واحدة جزءا واحدا من الثانية المركز الثالثة كانت دخول ترجمة نانسي قنقر